كان ممكن تشبه من ناحية أنه الإنسان كيف بيجبر أنه يترك بلده ويروح على بلد تاني أو يفقد يعني الإحساس بجسده أو التحكم على أنه هو وين بده يكون موجود عادة الأعمال المعروضة بمعرض التاكسي هنن 22 عمل فني تم إنتاجا من بداية 2017 يعني للوقت الحالي آخر عمل خلص تقريبا قبل تعريق اللوحات بيومين بقيت عم بشتغل لآخر رحظة لأنه هو عبارة عن موضوع مستمر إلى الآن لهو العنف والحرب هلأ أعمال التاكسي كل سنة كان فيه مرحلة أو كل فترة يعني كم شهر كان فيه مرحلة معينة مرحلة مثلا كان فيها استخدام الكولاج قليل للمرحلة البعدة صار استخدام الكولاج بجراء أكتر دخلت الكاليغرافي باللوحات صار فيه تجريد بآخر كم عمل يعني هنا المراحل بس كلهم سوا بيعملوا مجموعة نفس الموضوع التحذير تقريبا من بداية الفكرة لحتى متل ما شايفين لوحات تقريبا أخذ شهور بالنسبة للأمور التانية التقانية كانت كتير سهلة بسبب التسهيلات والرعاية اللي لأيناها من مجلس الفن البريطاني وإدارة المعرض طبعا في 21 جالوري ألزمون لكتير مساعدات نشكرهم وتنظم معنا عبر خدمة سكايب من لندن الفنانة التشكيلية السورية نور زنطح أهلا بكي معنا إذن في البداية لو تحدثين أكثر عن معرض اختلاج وإلى ماذا يرمز هذا الاسم مرحبا أهلا وسهلا فيكم وشكرا كتير لكل اللي عم بتابعونا اليوم معرض اختلاج مثل ما حكيت بالعرض اللي صار أنه هو جاي من كلمة أتاكسيا هو معرض بيعبر عن الوضع السوري الحالي واللي كان والمستمر وهو مجموعة من الأعمال مرتبطة كلها وبتعبر عن مئات أساس السوريين اللي عانوا ضمن الحرب السورية طيب يعني ماذا عن مسرتك الفنية لو تعطينا فكرة عنها وماذا متى تقريبا يعني انطلقتي في الرسم هلا أنا برسم من لما كنت صغيرة أكيد ودرست بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق وبعدين كفيت بدراسة الفن واللوحة كنت أشتغل لاندسكيبس لما كنت بسوريا وكان عندي اهتمام بإني استكشف بلدي والشام القديمة والعمارات بعدين لما سافرت على بريطانيا واستقريت هون وبلشت بدراسة الدكتوراه بال2016 هون بلش موضوع يعني الحرب والعنف يظهر بلوحاتي هو فعليا بلش يظهر من الـ 2012 بس زاد وصار يعني أكبر بطريقة أقوى بالـ 2016 نعم هل كانت لديك عروض سابقة؟ أكيد شاركت بكثير من المعارض بلندن بمعرض فريلينج بمتحف بيتفورد بمعرض جماعي كمان وبعمان ببنك القاهرة غالري بنك القاهرة عمان كمان شاركت بمعرض جماعي بس معرض لندن هو أول معرض فردي بيصير إلي بيجمع كل الـ collection مع بعض طيب ما رسالة التي تريدين إيصالها هنا من خلال أعمالك التشكيلية؟ هلأ ما فيك تقولي أو ما فيك تقول أنه رسالة معينة وحدة أو مسج واحد واضح بس هو أنا بتمنى أنه كل الناس بعيدا عن السياسة وبعيدا عن كل الخلافات وكل وجهات النظر المختلفة بالعالم أنه الفن يقدر يوصل ويخلي الناس يسمعوا صوات الناس اللي راحوا من سوريا بالعنف وبالحرب الناس المساكين واللي فقدوا أرواحهم يعني للأسف يعني ومن سمعوا أصواتهم أنا بدي كان كل الناس تقدر تسمع صواتهم من خلال لوحاتي كان بدي أعبر عن كل هالناس المظلومة اللي راحة يعني فيدى الوطن وفيدى يعني سوريا طيب من خلال تجربتك الشخصية عندما يجتمع مشهد الاختراب مع مشهد الثورة السورية كيف يمكن أن يؤثر هذا على أعمال الفنان أو الفنان وأعماله من خلال تجربتك الشخصية التي مررت بها يعني عندما يجتمع مشهد الاختراب مع مشهد الثورة السورية كيف يمكن أن يؤثر هذا على أعمال الفنانة هلأ هو أثر أكيد بطريقة كبيرة خاصة أنه وقت كنت بأول في 2011 في سوريا كان الاشي عم بتصير قدامي كإنسانة وكفنانة بس لما أنا سافرت وصرت ببريطانيا هون صار الموضوع عم يصلني عن طريق الصورة أكتر فصرت عم حس أن هاي الصورة هي سلة الوصل أو هو الخيط اللي بيربطني ببلدي خيط اللي بيربطني بالناس اللي هنيك عايشة عم بسمع أصواتا عن طريق الصورة وعن طريق التليفون والسوشيال ميديا أثر بطريقة كبيرة فما بدي أقول بس سلبي بس أثر بطريقة أنه أنتجت كل هاي الأعمال الفنية اللي عندي هل تغيرت يعني تقريبا طريقة رسمك من قبل 2011؟ أكيد قبل 2011 كنت كتير حب استخدام الكولاج بلوحاتي كان في شي بيجذبني إله كتير تقنية الكولاج مثلا بس وقت بلش بموضوع العنف والحرج يعني اتعمق أكتر فيه باللوحة نقلب الموضوع كتير صار موضوع استخدام الصورة ليس بس كلون وككولاج وكملمس لا بالعكس صار الموضوع أني عم حرر هاي الصورة والأشكال الموجودة باللوحة وعطيها حيز كبير لا تقدر يعني تعبر أو توصل أكتر شكرا لك الفنانة التشكيلية السورية نور زنطح